اشتركوا في القناة لسا تمغلق امي لك هدول كم ساعة الون طالعين من البيت بنتي بيعرفون انه ناطرينهم على العشاء كمان امي يمكن اخدهم الوقت وهنا نقعدين لحالهم عادي لا تنسي لساتهم جداد واخيرا وصلوا اهلين وسهلين فاتن خاني شو جابها يا هلاق شو يا جماعة ما رجعوا لهلاق والله لسا ما رجعوا يعني انتي كمان ما شاء الله حولك ما بتتكنسي من هذا البيت ليش هيك عم تحكي معي نيفين انا حابي واقف جنبك بهاي الفترة الصعبة طبعا طبعا الله لا يحرمنا من هيك خير ورحوا يا ترى على اساس اجوا ليشوفوكي اذا من اول يوم هيك اخدوا بعضهم ومشيوا من هو مرت عمي لش عم تقولي هالحكي هات شو مناصبة هالحكي انتي ما بتعرفي قديش اخي متعلق بامي اه بتعرفي ما هيك بعرف حبيبتي كلامك حلو بس مو هيك بكون الحب لما تدخل بنت باناتن واذا البنت كانت قادرة شوي ليكي فاتين لا تفكري لكلمة لكنتك ايه ما علينا انا بس كنت حابة شوف مراد برجع بمرأ باي 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 حيا والله هي حيا والله حيا مجلجلة بخت سمى وانقلعت امي انتي ما تبدي عليها غرغرت ومشية اولاد بس ما يكون ساير شي من اللي قالتو هالحرباية امي لا تفكري بكلامه مو معقولة انتي اخوكي بالعادة ما بيتأخر ما بيتأخر ابدا منتي اكيد صاير شي معون بعدين اخوكي بيعرف انه ناطرينهم على العشاء على الاقل كان خبرنا لكي حكيك مظبوط هالشي مو من عوايد اخي ابدا اي والله مظبوط معقولة كون صار معون شي امي عملوا حادث ولا شي امي لا امي اهدي شوي اهدي حبيبي مو وقت هل حكي هلا شو رحزي لا امي خاصدي بجوز يكون خالص البنزين معون او ممكن مثلا تعطلت سيارتون بنص الطريق يعني واردة مو سكوت سكوت شي بي جازيالضغط يلا بسرعة بسرعة ���ثرا تعيش شوائي خلاة شوف النبض اطياني شوف النبض شوفوا بسرعة امي يأهدي شوي لو سمعت اممية وخمسة النبض مو اش give me لقوعنا ومراد نبضي حليوم الرحموط يا ربي يا علينا مين هادي يا ترى حيدار غصون خانو خير شو هالشياك هاي في عندي موعد مهم اه شو هالحكي مين سعيدة الحص اسيل خانو اسيل خانو اي اكيد انت معم تحكي عن بنت عمي اسيل موعد بلا عم بحكي عنها هي بالذات عمنا موعد انت واسيل وموعد اي لا مو معقولة شو هالحكي بلا بفي عن جد نحنا كنا متوعدين نشرب مع بعض ثلاثة بواحد بس اه انا بظن انه رحقدر اقناعها تعمل معي اكتر من هيك اه هي بالبيت يا ترى مو هون مو هون معناتها اه اه انا رح ارجع بعدين لازم اكشي بنو مو لازميكشي طيب تفضلي هي اليك احسن مالكبه بزبالي لو تواخذينا اي لا معم صد وقاطف ورده من الحديقة كمان له يا اسيل انا بفهم تحكي مع موراد بس انك تحكي مع حيدة؟ لا هي جنت على الاخر ما عم صدق الو خالتي اهلين حبيبتي انا ما عم بقدر اتصل باسيل انت حكاتيها اليومشي لا ما حكيتها هي يا غسون حزري ما انتصل فيني اليوم امه للدكتور موراد نافين خانو امه امه لموراد؟ اه هي اتصلت فيكي؟ اي لكان هي شو ها الست الأكابرية والطيوبة والله كتير محترمة عجبتني كتير يعني برأيي كمان اسيل عجبتها كتير عن جد؟ مهران تعال روح شوف شو بدهم يطلبوا بسرعة اي شو كنت عم قلك؟ لما اسيل اجت لعنا عطيتهم سلتان مليانين اكل تمام اي وحطيت فيها زيتون وحطيت مربة ومخللات بتعرفي كل شي طبيعي عنهم حطيت منهم كلهم ولما وصلوها حبتهم وطار عقلة اتصلت فيني لحتى تتشكرني يعني بالمختصر المفيد انا وهالمخلوقة صار بيناتنا علاقة طبيعية حبيبتي وقال شو ما انا قدراني تتصل بابنة ام طلبت مني انه تاخد رقم بنتي اسيل؟ تعرفي غصون شو اجاع بالي هلأ؟ انا عم فكر اني ارجع اتصل فيها مشان اول علاقة شو رأيك انتي تمام ما؟ وبقلنا انه مشغول بالي على الولاده عم بسأل عنهم ومنه ما بكون خسرت الرابط الطبيعي الحلو اللي بانينا قبل شوي ما قالت لي رأيك؟ انا حبيت هالفكرة كتير اه تمام ما شو يا خالتي انتي لما تحكي مع اسيل خبريني تفقنا؟ تفقنا يلا بخاطرك ولي شو اللي عم بسير؟ ما كنت متخيلة اني انبسط بالبسكوت كأنه مشاوي انا كمان ما كنت متخيل اني انبسط هالقد حاسس حالي طاير من الفرح طعي يا حلوة طعي طعي شو هالحلاوة طعي بيضة طعي خدي كلي يلا كلي يا الله المعزاية ما أحلاها لونا أبيض بتاخد العقل دخيل عيونها لبيضة يلا كلي البسكوتة كلي بتحبي اسم ميكي شو رأيك نسميه اسمي بيعنيه لنا كتير مثلا فاتين ما في مانع ابدا خلاص فاتين منيح ايو انا هيك عمول دخيل الشعرات الحلوين دخيل عيونك شو نعمك تعال عندي كلي هيا راحي كلي يلا اه صحيح خليني شوف شو صار برجلك هاتي لاشوف صار وقتا دي طمن لازم يكون سكر الجرح ما عجبت الشانطة طبيعي وضعه ماشي حاله ومليح انه سكر الجرح ما عليك جابي معك ضماط اه اهم شيء ضماط بهالفترة ما خطر ليسير معي هيك وجيب معي ضماط جايب معك ضماط انا قلتلك شغلة اسيل على طول بحسب لقدام لا لا ما راح اظلمك هالمرة لانك زبطتا هاتي لاشوف في مثل بإلا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن انا حاس انه هاد المثل صار معنا اليوم كأنه الدنيا اخدتنا لغير محل اي بس يلي عايشينه مو سيئ مبسوطين ماشي الحال حتى بيرأي انت مبسوط كتير بهالوضع ورجيني مبسوط من لمعت عيونك مبين يعني شو بدي قلك انا معلقت على الجزيرة من قبل لهيك ماشي الحال بعترف انه المنظر مرعب وقاسي شوي بس يعني ممتع بعد كام سنة منتضحك على بعضنا كيف عشنا بهالفترة هاي ايه معك حق يعني انا بالعادة هذا منظوري للامور ككل ومن لما بلشت ما يفرق معي شي بالدنيا اموري بلشت تمرق بكل سلاسة بس دقيقة عم تحكي عن المشاكل اللي منعرفون انت عندك مشاكل؟ يعني مشاكل متل كل الناس؟ هلا انت شايفة انه انا زلمة ما عندي شي وما في ولا مشكلة بحياتي ومرتاحة كتير هيك شكلي ما؟ يعني اي انا هيك بشوفها بالمناسبة انا هيك بالضبط بس طبعا ما بيعني هالشي انه انا مالي مسؤول او طايش ابدا يعني مثلا هلأ امي بالا اكيد مجغولة علينا وانا ما بنكر انه هاد الشي موترني واخد من وقتي ومن فكري تمام؟ لقيتها شو لقتي؟ عرفت شو هو سبب خوفك من التعلق بحدا؟ بالله عن جد اسيل هلا انا عندي هيك خوف هالخوف التعلق قال فاتين فاتين شو عم تقول هاي اه؟ سمعنتيها شو عم تخبص مو معقولة شو عم تقول هاي؟ بهالمزح هاد ما فيك تهرب من الموضوع بالقطع الطاير صح بعلاقاتي انا ماني قدراني يزبط اموري بس بعلاقات غيري شاطرة طيب لك هاتي لشوف شرحيلي عم اسمع برأيي انت مزوئ حساس وعاطفي زيادة ولهادي السبب انت بعيد عن العلاقات العاطفية وبتقول انك ما بتآمن بالحب ابدا حتى انك عامل حصانة لحالة لتحافظ على توازنة كأنه عم تضبط حالك لحتى ما توقع بالحب لانه اذا وقعت بالحب رح يختل توازنك فورا ورح تخسر السيطرة لكي يعني بلشتي تهتمي فيني ما فهمت هلأ بس كرمال بنتحطيني بمكان الرجل المثالي اللي براسك هم تخلي اسباب تعرف انا شو هي مشكلتي مراد اني ما بحقالب نوم كل مرة بنسى انك واحد واطي ومغرور شو وقيح هدي شوي شبكي لا تقص بهيك اصلا كل البنات هيك بيساو يعني انا عم اسألك اذا عم يدور شي براسك ومهتمة فيني مو اكتر من هيك لحتى وضح لك انه انا اكل همي هاي هيك كل القصة فورا بتعصبي يسلموا كلك زوق بس مو مهتمة فيك ماانك مأثر فيني بنوب ومو معجبة بحضرتك ماانك من اللي بحبون وظل حالي كل عمري وما برتبط بواحد مثلك لا تنسى عندي خيار بجنن مثل عمار فما رح اتطلع بواحد واطي ونسوانجي دكتور عمار تتهنوا عن جد فرحتيني طنجرة ولقيت غطاها انا رح قوم جيب شوية تحطها بوخشها بوراق وسيخ سمعت الحقيقة رح اتهربت دغري معاني بحاجة هالبوز انتي شو رأيك واحد واطي ما على فكرة انا عم بسمعك من هون صوتك واصلني انا فيني اسمعك صوتك واصلني روح من وشي اتمشو قلبي من دردي تمام تمام نير مين خانم اول ما اعرف شي بخبرك لا تخافي مع السلامة الله معيك مو معقول كمان ما حاكوها بنت خالة اسيل كمان عم تدور عليها من الصبح اصلا لا تقولي اياه انا تحسبا لاي شي طالع دور بالمخافر والمستشفيات بيكون منيه تمام تمام يلا ابني فورا يلا امي انا كمان باتصل باخي عثمان ممكن يكونوا حكيوا معه تمام فكرة حلوة كتير عثمان اكيد بيعرف وين بيكونوا ايه فورا هو وليله كمان قديش بالنا مشغول وخليه يحكي لنا كل شي بيعرفوا ايه استعجل شوي بامرك عطيني لشوف كيف الوضع كله تمام شيف بدي ايها طريه ماشي متل ما بدك ايه فتون لا ما حكيت مع افوك من زمان انتو من امتى ما حكيتو معو سلم ايديك يا خال تحتينو هنا يا خانو consum حسب ماسمعت فيناس طالعين ايجازة ما بتنحسب إجازة استني دقيقة شو هالملف اللي بإيديك ازبوني الجديد أنا مسافرة على أنطاليا بنشغل طبعا مو الاتفاقية كانت التلاتة وريضا بيك كان آية الراحين سوا عملوا بكرة لكي الحظ هاي أول مرة أنت بتاخذي إجازة بهي السنة والصدفة طلعت بنفس اليوم غريبة العمى الشيف عم يتصد وبهالوقت كمان بس دقيقة أنت طالعة معه إجازة ما هيك طبعا لا والله ما بعرف أنت والشيف ما التفقين تطلعه إجازة بس اللي أنا بعرفه أنه مو صح تعملي علاقات مع موكلين الشركة مضبوط بل حكي فاضي غرام روحي على الشغل طيب ما رح لهيكي ردي عليه لأنه مو حلوي نعم عثمان بي لم يسخانهم ما تواخذيني على الإزعاج قدرتوا تحكوا مع أسي لا آخر مرة حكينا حضرتك كنت موجود آه تمام آه أخته لمراد اتصلت فيني من شوي وقالوا لي ما عم يقدروا يوصلونه يعني بالحالة العادية بهالوقت لازم يكونوا بالبيت لهيك عيلته كمان قلقانين عليه يعني بصراحة كنت عم فكر سافر بكرة الصبح بس هلأ رح أطلع فورا حبيت خبرك تمام فهمت نحكي أنا وياك بعدي لو سمحت تمام شوفك لك وينا بلوي لازم تقلع غصون يلا غصون ردي على الموبايل بقى شو عملت ابني؟ طمني أمي حكيت مع الشرطة والمستشفيات وما في أي استجيل باسمه لبنوب أوه الحمد اللي إلك يا ربي طيب وينهم هدوا المعناتة؟ معقولة يكونوا قاعدين ومفسوطين وتركينا نحنا هيك على عصابنا معقول هالشي؟ ما رح يحصلون خير هالبنت رح تنتهي بي نظري أمي يا حبيتتي يعني ما بظن إنه في هيك شي لاتبالغي طيب وينهم معناتة يا بنتي؟ وينهم لهلا؟ ما فيهم يفتحوا تليفوناتون؟ عصي يعنين على الشي جزيرة معطوعة؟ أمي لعما شلون ما خطرة عبالنا؟ ممكن يكونوا أخدوا اليخت ما؟ إيه بظبوط إيه طبعاً نحنا كيف نسينا قصة اليخت ما بحرق؟ طولوا بالكم يا أولاد يعني لو كانوا طالعين باليخت ما كانوا رجعوا من زمان؟ عادي بجوز يكون اليخت تعطر رايح على المارينا فورا خبرنا شو بيصير؟ تمام أمي أمي خلص روئ أعصابك وإهديك الرمالي لك أنا شلون بقدير أعصابي؟ تمام؟ أنا تعباني كتير شلون بقدير أهدى بنتي شلون؟ ماما كله بسبب فاتي مرت عميك هاينو صابتنا ماما رح روح جب لك شرشف أنت يظلي مسطحة هون تمام؟ هم؟ هك الله يخرب بيتك يا فاتي أهم اي يا بابي إليلي؟ كيف؟ حبيبي بصراحة أنا بخاف على زينب إذا تركت ورحت اي يعني ما بشوفي لزوم لحتى تجي معنا ممكن ما يكون في شي خطير صاير ايه طبعا عندك حق بط ممكن يكون فيه ما بتعرفي حبيبتي حياتهاي أنا بهيك وضع بحب كون جنبك بكل عقلي وكل قلبي وبالوجدان ليكي أنا بيضل بالي عندك صدقيني بشو أحلف ليك ما بقدر بلاقي ليكي شو رح نعمل؟ انتي تصلي بلميس خليها تجي لهون لعننا ومناخد بعضنا كل آياتنا ومنطلع وبها الفترة انتي حكيلي كل الحيسيات المتعلقة بهذا الموضوع إذا بتريدي تقبرني شو طعلي حلوة يعني هو كل شي بلاش بجاية أسيل لهون وإنه تعرفت عجاري اللي جنبي مم؟ جاري اللي هون مم؟ جارك اللي جنبك مم؟ فجأتيني نو عندك جار مم؟ ألو لميس؟ مم؟ 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 يلا أمي خلينا ننام؟ أول ما يطلع الضوء نتحرك يلا أمي؟ مظبوط عنه ما في غير بطانية واحدة اي خلاص خدية انتي ممشكلة قلتك في عقارب وحيايا؟ يعني؟ شو يعني؟ شو هالجواب؟ يعني ممكن في وممكن ما في انا شو بيعرفني؟ شو قلت؟ كان فيك تقول ما في مثلاً شو ما بتفكر انه ممكن خاف؟ انا كيف بدي نام ومخي شغال بهاي القصة قال لي؟ معناته لا تسألي اسئلة بتعرفي حالك خايفة من اجوب تماشي موسيقى 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 لك شو بكي؟ شو فيهنيك؟ فارع شو بدي يكون فيه مثلا؟ فارع عم تقوله بهالسهولة؟ ما تواغزينا؟ لا أنا ما رح نام غيرت رأي ما بدي نامو فيه ولاقي ناقصة وحدة من أداني وأنا برأي لا تنامي لكي سمعي انتبهي علي بلا ما أطأرواص ضيق بالله ليش ما نام قول؟ أمو لاي الله أنا بنامو أنت بتقعد يا حبيبتي مو أنت عرضت علي هالشي؟ شو دخلني أنا طيب؟ ما نام بالتناوب مع ناطا؟ طيب لكان رح نام أربع ساعات وبتفيقيني شو أربع ساعات؟ ايه أربعة بيكفوني بيكفوك إليك بس شو بدي أعمل لحالي؟ لك أعملي اللي بدك يا يعني أنا أنا ما عم بفهم شو عم يصير معي قسيل بتحبي تخاني حالك إذا ما لقتي حدا تخاني؟ غيرت رأيي أنا رح نام بالأوات زكية كتير بكرة أنت بتجد في كمان مع ناطا بتكوني رتحتي ولعي تلعي قلبك إن شاء الله بدك تضل عم تزلني بي هالقصة شو فهمني بالتجديف أنا؟ منيحة أنك عملت شغلة مفيدة عفوان منك أنت مجالت خصوصك أنك تنقين وتعملي مشاكل روح قلبك هالعيشة نق ومشاكل ومن هالشغلات تمام تمام نام ساعتين ورح فيقك اتفقنا اي اي تمام حطي هيك الضوء بنص عيني لأنه في احتمال أني نام خلي الضوء أعلعلي عيوني عفوان أنا ملاقص نجار البقありがとう كمان اشتركوا في القناة هاده ارنب مو هيك لا عصفور شو هالعصفور رح ميطير بأدنية يعني لا تتمسخر عليه خلاص مراد نام انت تمام رح نام يلا رح نام هاد تمساح مو لا والله كلب لك حبيبتي شو كلب في كلب هيك شكله انا بعرف اعمل هذا الشكل شوفي طلعي شو رح اعمل لك سبتي تضوه منيح يلا حزري نمر ها برافو حزرتي معناتها انا شاطر فيون لا انا الشطورة ايه وانا مخي السميك لكان طيب دوريك او ديب هذا ديب مو اصنع ربك تساوي رح اعملك يا انا شوفي شلون طلعي ما نحط هاي على هاي استنى شوي رح عالمك تساويه لك مو كنا نحط هاي مع هاي العمى بتصديقي اني نسيت مع بعضا هاي لك طولي بالك علي شوي هاي موتكس ريدي اصابيه هاي 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 تمام كمان خد اسبعتك هاي لهوني زبطه هوني بس كأنه ما زبط معي الشكل سمع ساوي هاي ايه رح ساوي عصفور ورفري يلا شو بك ساوي العصفور شو بدي ساوي يعني ولا طاق قلبي هاي فتليه هيك شايفك هاي طيب شوف هاي لقلة ايه ما عم تزبط معي انا اصبحت كبيرة لكي ما عم تزبط والله ما عم تعرف تساوي شي لك شو جابوا هاد لهون شوفو شغال ما بعرف بظن شغال والله اه مراويين على اخر نحنا ايه شو بدنا نعمل بدنا نراوي ايه بساك تضوش شوي بدي ورجيك شغلي طلع شوف شو رح ساوي او اصفور هاد عملتين لي شوي امي لاك ارتاح شوي بقى عالاقل نحنا عرفنا انه هن طلوعوا باليخت ايه امي واحتمال هن انو راجعين خلص شحن موبايلة وصار في عطل بميتور اليخت عادي هيك شغلات بتصير ابني بس في لاسلكي باليخت ممكن يكون اللاسلكي كمان مضروب ما هيك شو معناته الحكي هادية كل هالسنين ما صار معنا شي وكل شي مصايا باجوا هيك ورا بعضهم اليوم معقول هالشيهات يا امي هاي الشغلات واردة وبتصير ما هيك نحنا ما فينا نعترض على القضاء والقدر امي واذا صار كل شي ورا بعضه كله بسبب فاتن مرتعمك عيون النحسي بلاها بيقلعوا عيونه عينه صابتنا اول ما يطلع الضوم نطلع من دور عليهم وان شاء الله من الايون ابني اعصابي تلفت وما فيني استنى خلونا نخبر الشرطة لا يروحوا يلاقوهم فورا امي الفترة اللي غابوه عن البيت قصيرة كتير يعني الشرطة ما رح يتدخلوا كرمال هالحالة رح يستنوا لحتى تمروا 24 ساعة اوه اوه امي لأسيل عمدقلك الو اهلين لا 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 لسه الهلاء ما رجعوا نحن كمان ناطرينون لا لا تذكريني دخيلك والله كمان دغطي ارتفع من الشي اللي صار اشتركوا في القناة 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 خاليني فين؟ أهلين عثمان أهلين فطون آه عثمان ما في أخبار لسه ما في أخبار ما رجعوا لأهلاء لا تاكلهم شي خالي نحنا هون لحتى ندور عليهم تمام؟ خلاص روقي بس وانتي لا تزعلي امي انا حضرت الياخت ما تخافي ابدا رح نلاقيهم تمام؟ عثمان كيف؟ أهلين كرم ليك انا طالع دور عليهم هلأ اذا بدك اطلع معي شو رأينا اي ماشي يلا خلينا نروح سوا حبيبتي انتي ضلي مع أمك اتفقنا؟ خليكي أولي وردي هاي الفئة تسيل عمد يقلي خلوني رد ان شاء الله يقولوني شي خبر مني يا رب قالون لميس خانو؟ قالوا مرحبا نحنا صرنا بكوجك هلأ وانا الصبح وصلت انا هلأ ببيت اهلموراد بظن ما في أخبار عندكن ما؟ لا مع الأسف بس رح نطلع ندور بالياخت بعد شوي طيب ممكن نحنا كمان نجي معكن؟ آه ممكن ممكن طبعا لكن خلينا نلتقي بالمارينة ماشي بشوفك رح نلتقي بالمارينة حلو نلتقي بالمارينة؟ وين هالمارينة هيا ترى؟ ها ليكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا حبيبي بعرفك حكيت لك عنه عثمان بيك لا بلال بيك عثمان بارفك حبيبي لوئي نايس توميتيو شرفت فيك كرم خطيب فتون اختو لمراد غصون بالخالة أسير مرحبا أهلا وسهلا شرفنا معرفتكم طيب يا جماعة إذا خلصنا من فصل التعارف خلونا نقرر شو بدنا نعمل بالضبط لذلك شو عنا ديتيلز؟ ياللي منعرفوا انهم برحى على الساعة انتين الظهر طلعوا بالياخت لحالهم كانوا يا ترى؟ ايه جماعة المارينة بيعرفوا مراد منيه شافون وهنين طالعين على الياخت حتى قال لي انه كان رح يسلم عليه بس لما شاف حبيبته غير رأيه مفهوم هيك قال بالضبط؟ ايه هيك بالضبط طيب مراد لما يكون عنده مكان بيتردد عليه وبيحبه تعرفشي عن هذا المكان؟ في جزيرة من رحلة على طول بس بصراحة هذا هو معناها منبلش من هناك يلا تفضل منه يلا حبيبتي امشي لميس هلياخت ما بيغرق ما هيك؟ هلك يا انا بخاف كتير ما بيغرق ليش لا يغرق؟ بعد ما تخافي انا بعرف اسباح منيح غصون بعرف انك سباحة انا مو خايفة من الموت بس خايفة انكشف كذبتي شلون يعني؟ قلت له ايه بعرف اسباح طيب انتي ليش لحدة تكذب هيك كذبة بالله؟ ايه شو اعمل؟ مرة كنا عم نحكي هيك حديث قامت مصخر عيالي ما بيعرفوا يسبحو ايه ما بعرف شو قصر لي اخترعت له هاي الكذبة وقلت له اني كتير بعرف اسباح ونفشت له بريشاتي بوقتها لك حركاتك هدور رح يجيبوا اخرتي لا يعني اذا ما بتعرفي تسبحي بشو رح تفرق؟ الظلمة ما رح يرغبك ما رح يحبك ولا شو يعني خليه عندك شوية كرام لميز شو حلقة الكرامة بها الحكي اه؟ بدك ياه شوفني عقل منه؟ احذر ايش هو لميز؟ انا حاولت اتعلم لسباحة من زمان بس ما كنت اقدر اغلب هالفوبيه طبع المل طيب ماشي شو رح تعملي مع ناتا؟ ما بعرف انتي خليكي جنبي بس ماشي فهمت يلا حبيبتي يلا حياتي يلا يلا كمان بيبي قصة رسيل هيأثرت فيك كتير كتير والله بس خلاص لا تبالغي ريلاكس مو قدراني مو قدراني قطع كملي كملي اذا ضليتي عم تحاولي بقطع ان شاء الله خلاص بقطع برأيك شو رح يعملوا فينا؟ بل كتير بيقتلونا وهذا الاحتمال كتير ضعيف يعني الجماعة شو عم يعملوا هون يا ترا؟ وليش هاي الجزيرة؟ وليش ربطونا هون وحطونا ومقتلونا دغري؟ فبنستنتج ان الجماعة ما كتير مهتمين فينا يعني هن عندهم شغل بخلصوا وبيمشوا الاحتمالات المنيحة بتهرب مني وانت عطول بتقلي فكري بشغلات حلوة لك انا بس فكري بشغلة منيحة بصير معي لعكس تماماً وبتكرج الشغلات البشعة وحدة ورا وحدة كأنه ما في غير اسيل ليصير مع كل هالبلاوي خايف كتير شو رح تكون آخرتنا؟ اسيل؟ سمعيني ها؟ لو سمحتي عن جد اهدث شوي بقى تمام؟ لا تخافي وتركيك من التفكير السلبي لو سمحتي لا تكوني متشاؤمة انا ما بسمح انو يصر ليك شي تمام؟ خلصوا وليسكي فيني يا ظالمي انت يا ظالمي انت لي قررت الحبل تبع الزودياك انا بورشيكي بس لوني اذا ما بشويكي بس اطلع من هون ما بيكون اسمي المراد بتشوفني وقف خطرت لي فكرة شو؟ فتونة تعالي تعي يا امي انت تعي يا روحي تعي 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 لعندي تتذكري انه انا مبارح اعطيتك بس كوتين تتذكري مهين يلا تعالي بدي اطلب منك طلب بالمقابل تعي تعي يا امي يا روحي انت يا عيوني سمعي متل حبل زودياك قربت الحبل هني تعالي ارطي لنها الحبل اللي هون تعي والله نفس الطعمة ويمكن هاد اطياب انا امك بكذب عليك الشي شوف انت بتحكي مع الحيوانات طلعتي رح سميك الست الهامسة للمعزاية مع حلزون قضيت فوق ثلاث سنين صرت اعرف لغتون يلا يا روحي يلا يا امي اطعتوا اطعتوا الله عن جد ايه والله والله اطعتوا شكراً كتير اليك يا الله شو زكيه لا الله شو هالوصة هاي لك دخل العينيك انتي اعطيني موزة تاقدي العقل فتونة بتجنني انت بتعي انتي لعندي معزاتي تعي يلا شو عم يعملوا هدولي مخدرات تجارة مخدرات ايه متل ما اتخيلت بالضبط معناها هون عم يخبوا المخدرات تعمل ليش عم تطلع لكل ايه شو مجنون انت شو ناوي تموت تمام تمام اهدي خلاص اهدي شوي طيب هنن من مبارح ما في اخبار عنه نشلون الشرطة ما بيعتبروا هالشي سبب ما عم افهم يا بابي خلاص اهدي دونت وري الشرطة عندهم حق اذا كلمة اتنين اختفوا بدون يدخلوا بالقصة معناها ما كان خلق الناس للجديد اسيل بأمان مع مراد لا تخاف ايه طبعاً انا متأكدة انه بأمان يعني قاعدة جنب واحد كان السبب بانه كذبت على اعاز رفقاتها حتى استغلى كرمال مصلحته واستغل نقاط ضعفه يعني شلون بدنا نوثق فيه بالله حياتي لو اي معو حق لازم يكون في بيدنا دليل قاطع على انه حياتنا معرضة للخطر وإلا مجبورين نستنى 24 ساعة الياخد تبع مراد هون يا جماعة الياخد مراد؟ وينه؟ مراد اسيل 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 نحن جايين اسيل لعي طمني لعيته هجوه حبيبي للأسف حياتي مو هون الاثنين كيف يعني شلون هيك بيروحوا وبيتركوا لي اخذ هروحي الاميس يالله خلينا اشيله احنا تمام تمام انا رح اتحب مسكي ايدي تعي شوي ايدي تعي شوي ايدي ماذاك مخف ماذاك كيف تمام تمام انت عندي يالله امشي لو سمحتوا يا بنات بلد توترات شو هدا يا الله شو اللي صغير هون استنوا دقيق هدو المتيع بقى سين لك هذا مو دم احسنتي دمي العظم نتصل بالشرطة مو هيك العظم يصدقونا هلا بقى مظبوط يلا فورا رحتوا هاي الخالي نيفي عوثمان بص حك تحكيلي عن اللي صار هون بعدين رح يخافوا كتير بتعرف هلو اي خاليني فين عوثمان ابني شو صار شو صار معكو نحكولي قدرتو تلاقوون في اي شي جديد ابني اه هو الصراحة لسه ما لقيناهن عم ندوين شو صار معهن لا قلو لسه ما لقوون ما لقوون اه ليك ابني عائلته لا اسيل كمان اجوا لعنا هلا شو؟ عائلة اسيل موجودة عندي؟ هنن كمان ناطرين الأخبار الحلوة اللي رح تجي منكن يلا لاشو حا تمام تمام خاليني فين اول ما نعرف شي بخبرك مباشرة طبعا يا روحين طبعا يلا إن شاء الله يلا ان شاء الله باي 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 يلا يلا ما ضيفناكو اي شي تفضلوا اي عم بدوروا طبعا ماشي لحالة شايف عليك شو انتعرمي اهلا وسهلا اهلا وسهلا اصلت بالشرطة اليكن رح يجوا المفاجأ الحقيقية بيت خالتي موجودين بجوجك وعند أمو لموراد هلأ كيف يعني؟ هنه شو جابون لهون أصلاً؟ شو هالمصيبة هاي؟ لازم نهرب من هون نهرب؟ شو نعمل نسرق الزودياك؟ نسرقه ايه؟ برأي كمان الظروف مواتية القبطان هونيك مع العنزة شو عم يعمل؟ عم يلعبه؟ تمام، ليكي البقين كمان مشوا يلا شو نهرب؟ عم يحكوا علينا عم يطلعوا لهون ليك عم يقشر لهون؟ أكيد عم يغلوا عنه خلص ما في داعي، تقري أنوايا هون وحركاتهم أبداً ما في الزملة المجازفة برأي خلينا نطير هلأ، أنت شاهزة؟ شاهزة طيب قليلي بتحبيت سبيني؟ ما أحب أبداً تمام، معناها يلا اه يلا، 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 يلا اشتركوا في القناة نفتنا نفتنا ايه والله الحمد لله نفتنا نفتنا انا الهلأ ما لمصدق حالي لسه فيه ألأ اه ولكن خلصنا منه ونبقى عجوبة عنجا تخلصنا اشتركوا في القناة